رياضياً فاز فريق اتحاد الغيظة على نظيره الجزيرة درفات بهدفين مقابل هدف في مباراة على ملعب الفقيد علي بادينار بسيحوت في ختام دور الستة عشر من بطولة الوفاء للفقيدين بادينار وباب الطاط وكان الجزيرة درفات المبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب العبد جمحي في الدقيقة السادسة والثلاثين من الشوط الأول لحين سجل حدف الاتحاد عبد المانع عتور في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الثاني وأضاف اللاعب محمد القميري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني وبهذا الفوز يتأهل فريق اتحاد الغيظة إلى دور الثمانية لملاقات نظيره القادسية الريدة كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عبد المانع عتور لاعب فريق الاتحاد لعبنا اليوم باراها من يتأهل إلى دور الثمانية ضد الجزيرة درفات والحمد لله توفقنا عليهم انتيجة سنين واحد ونقول لها هرد لك فريق الزيرة الدرفات والمبروكة لفريق الاتحاد وأشكر لإدارة فريق الاتحاد واللاعبين على المجهود الذي بذلوه بالري منتعد الذي يقلبوه على فريق الزيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر